يمكن تحويل كل المشاهدين إلى مشتركين فلنراجع المكونات وتأثير كل منها في المشاهدة ما الفرق بين الصورتين في ناحية المربع للمشترك وغير المشترك؟ أضفنا ميزة لغير المشتركين اسمها وحدة الترحيب يمكنك في وحدة الترحيب إنشاء فيديو للترحيب بالزوار وتقديم قناتك وهي أيضاً مادة ترويجية رائعة هناك أيضاً زر ليشترك المشاهدون بعد الاشتراك سيتغير العرض ويمكن تخصيص المحتوى لكل مشترك فيظهر فيديو مقترح ونشاط القناة الأحدث والفيديو الذي شهد مؤخراً يحث المقطع الدعائي ووصف القناة الزوارة على الاشتراك ما مكونات نجاح المقطع الدعائي ووصف القناة؟ هذا مثال من قناتنا Sorted Food ما المعلومات الرئيسية؟ إليك نصائح حول المقطع الدعائي والوصف يرى غير المشترك المقطع الدعائي هو ترحيب من ثلاثين ثانية يعرف غير المشترك على قناتك أنصحك بإنشاء فيديو ترويجي فقد لا يظهر أي فيديو كل طاقاتك الإبداعية وأبقه قصيراً أي بين ثلاثين وستين ثانية أخبر عن سبب إنشاء القناة وموضوعها وجدول التحميلات الثواني الخمسة عشر الأولى حاسمة واطلب من المشاهدين الاشتراك في القناة إما في نص الفيديو أو باستخدام تعليقات توضيحية إذا أضفت دعوة إلى اتخاذ إجراء فترك وقتاً للاشتراك قبل نهاية الفيديو هذا وصف قناتك وهوية العلامة التجارية اكتبه لي أتعرف الجميع عليها يساعد النص العلوي في البحث لتسهيل العثور على قناتك ويخبر الوصف قصتها إليك نصائح لوصف جيد حدد شعاراً وأدرجه في الأسطر الثلاثة الأولى وضمنه أيضاً في وصف كل فيديو قصر الروابط عبر go.gl أو bit.ly لتبقى موجزة استخدم تعابيراً للدعوة إلى الاشتراك أو المشاهدة فوقت المشاهد مهم باري ما هو القسم الأخير الملخص صحيح هيا يا بين شرحت كيفية التجديع على الاشتراك باستخدام تصميم وانت شانل لجذب زوار جدد وذكرت كيفية تقديم تجربة مخصصة للمشترك وغير المشترك راجع كلما ورد كي لا يفوتك أي تفصيل